بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم مرحبا بكم حبيباتي في هادلا فيديو جديد اللي انشاء الله تلقاكم بخير وتلقاكم امهنيين نوصلوا دايما مع الوصفات الرمضانية نوصلوا دايما نشارك معاكم وصفات وافكر هاكدا بش نحي عليكم شوية تخمام تعطيه في البداية اللي بنت رح ننسبقوا قبل في هادلا وصفة تعصوف لي البالوم ليجي خفيف ريشا نشوفوا معا بعض المقادر في الغيسي بيون ديالي حطيت كاس تحليب يكون دافي زيت عليها ربع كاس تحت ما تاني يكون دافي مغرفة كبيرة تحت سكر وعندي نص مغرفة كبيرة تحت خميرة الخبز الفورية نخلطوهم شوية نغطوهم في المالي مانتر ونخلوهم يدفعلوا لحوالي خمس دقائق هنا اعود ترجع ليهم بعد خمس دقائق نخلطوهم بالفو اليداوي نزيدو هنا اربع كاس تحت زيت تقريبا اربعة مغارف كبار الزيت وعندي هنا احبت بيض افصلت السافر على البيض البيض نديروه في العجينة والسافر نحتفظو به لا دوغغ نخلطو كامل مليحة دوك المكونات نديرو الملح حوالي مغرفة صغيرة او الملح رح يكون على حساب الدوق ونطمو العجينة ديالنا بكمية تاع الفارينة زيت هنا البنات مغرفة صغيرة تاع خميرة الحلوية تندلت هنا نص باكي ونزيدو تاني نكملو هاكدا نزيدو الفارينة شوية بشوية حتى انتحصلوا على العجينة تكون طرية ما لازمش تكون طرية بزاف القوام ديالها وش نقولكم على القوام المهم تكون شوية شدة روحها على العجينة تاع البيتزا بعد ما طميتها زيت لها مغرفة صغيرة مع مره مليح تاع زبدة ولا مغارين تكون طرية في درجة حرارة الغرفة ونطموها هاكدا مليح مليح انا فضلت نحطها فوق مكان العامل نعجنها شوية نحاولي دقيقة برك بش كامل هاديك الزبدة تدخل في العجينة حتى نتحصلوا على واحد العجينة وش نقولكم ما عندها واحدة طرية ومن اروع ما يكن رجعتها لهذاك الغيسيبيون وغطيتها بفيلم ونخليوها حتى يضاعف الحجم ديالها نرحدو كان وجدو واحد لافخ ثاني بزاف بنينا في المقلة ولا انفيت ونحطو شوية زيت حطيت هنا كما كتشفوا معايا حبا بصلا تكون كبيرة في الحجم عفوا نرحيتها في الاشواق ولكن كما كتشفو نرحيوها تكون قيطة باينة ما لازمش يكون هذك البصل مرحي بزاف كيد بال هذك البصل ارميت هنا تقريبا نصدر الدجاج مقطع الى مكعابات نديرو الملح في الفلك حل شوية تعزن جابيل وعندي توابل خاصة بالدجاج وعندي العكري تزيد حبو تزيدو قصبر مرحي انا ستاني شوية قصبر مرحي والتوابل تبقى اختيارية على حساب دوقكم زيت هنا يا الفلفل مقطع ثاني مربعات تكون صغيرة قدرت خالط بين الفلفل الحار والفلفل الاحمر نزيدو شوية اعشاب عطرية مونسيما لزرب دو بخوفنس حياطونا بنا ثاني بزاف هايلا تقدروا تديرو زعيطرات تقدروا حتى وريقات تعرنت ثاني ونقصو عليهم النار ونخليهم يطيبوا غير في الما ديالهم انا مستعملش كامل الماء وتقدروا تزيدو تاني شوية ولا مغير فا صغيرة طوما تشتعل الباطا انا مادرتهاش المهم غطيت عليهم لحوالي هاكدك عشر دقايق اكوشتو كل حاجرة هين قطعها القيق القيق دونك ماهيش رحطوو الفطياب نخلوها تبرد هاداك الوقت انا غابيد ما وجدت لا سوب تاع البسباس كي ماشتو درناها مع بعض يعني من قبل حطي ثلاثة حبات بس باس قطعتهم مرصوات كبارز وحبات باطاطا شوية مع دنوس حبة بصل وسنينة تعدتهم درت زيت الزيتون وشوية زبدة قليتهم ومرقت باللماء وهدكية يعني كالطيب نفتح لها كوكوت منوت ديالي ونميكسيون بلو بغا ميكسو هنا وليت للعاجينة البنات كيما اشتوا كان ضعفت في الحجم ديالها ندي غازي ولا بات ديالنا نقطعوها الى قطع وبعد نكوروهم هكذا كيما كتشوفوا معايا نحطهم في ام بلاتو اللي رشيتوا بالفارينة نغطيهم هم بعد نبدأ ونشكلو في الاسوفلي ديالنا نسبقو في اول كورة واحدة شكلناها نرشو الفارينة في مكان العامل ونحلوهم الى دوائر هنا باش يجونا خفاف ويجونا هاقدك من فوخين ويجونا فرغين للداخل البنات نحلو العجينة ديالنا تكون رقيقة على سمك تقريبا 1.5 الى 2 ميلي متر نحطو لافاقس كيما كتشوفو كمية منها نزيدو من الفوق جبن مبشور تحبو تزيدو زيدو دين وايوتي لكم الاختيار ونغلقو عليهم والفيديو رو يعبر لكم على طريقة التشكيل بالتفصيل دفوا ما نقدروش نوصلو للمعلومة كيما يعني كتشوفو بعينيكم نغلقو على هادو كليسوفلي بهاد الطريقة هادي نطلعو العجينة ديالنا للفوق ونضغطو هاقده باش ما يتحلوش معانا ونبعدها البنات ندهنوهم بصافار تاع البيض اللي يخلينا كنت زيتلو شوية برك حليب وندهنوهم كامل هاقده نقدرو نزينوهم من الفوق بحبة زيتهم اسود ونطيبوهم تحبو تديروهم في الفوق البنات ولا تحبو هاقده اللي عندها فخيتوز انا فضلت نطيبهم داخل الفخيتوز رح يعني نربح الوقت ويطيبو لي في وقت قصير ضالة شوفوه هنا يا دلت لها برنامج تعليف خيتوه لكن انا عدلت في درجة الحرارة دلت لها ميو وسبعين والوقت يعني لازم نفقدوهم في كل مرة شوفوه لفخيتوز طيبهم الناقب الملفوق كشتو تحميره لي خدوات تحميره بزاف شابة اهم بعدها قلبتو مع الجيهة الاخرى هاقده باش يزدو يتحمروا شوفوه من جيه واحد اخراني موجده الحبات اللي بقاولي وشوفوه يعني يصدقوني في اقل من عشرة دقايق وكانوا طيبين هاد لي سوفلي بوحدة تحميره من اروع ما يكون يعني لو كان بلاكي طيبتهم داخل الفوق وما نشرح هنتحصل على هاد التحميره وعلى هاد اللون الدهابي هذا يعني خرجوه ما شاء الله كيما كنتشوفوهنا امامكم يعني صورت لكم كل حاجه بالتفصيل اللي بنت هاقده باش لي عندها فخيتوز يعني تقدر تستغلها وزيد تستفاد من الافكار اللي راني عفوا نشاركها معاكم زي تكمل طيبت هادو كل الحبات اللي بقاولي والنتيجة كيما كتشوفوهنا امامكم لون دهابي بزاف شباب كيتخرجوهن في اللولاك وراحين تحسوهم كشغل شوية يابسي مايشوفو هادو كل اللولين لي كانوا شوية برضو يعني راهم رايحين يطراو وتولي عندهم طراوة يعني وخفة ما شاء الله بالنسبة للحجم تحبو تكبروهم كتر من هاقده تحبو تصغرهم على هاقده خاصا اذا كنتوا حابين ترافقوهم مع اونسو بولا مع شربة تقدروا تصغرهم راح يجو تاني الشكل تحهم بزاف شباب ويجو هايلين اقولكم شاهدكم في الجنة اخياتي هادي هي لافخيتوز اللي طيبت فيها على كل حال مايش جديدة كنت بريدها لكم من قبل الماركة الالمانية واحد لافخيتوز تخوى زيكس الحجم عائلي هادي البنات يعني كنت شوفوا في الكرتونة مكتوب 8 لتر ولكن صدقوني عندها التيغ وقتها بزاف كبير يرفض اكتر من 10 لتر يعني تقدروا تحمروا فيها جاجة تكون كبيرة تعزوش كيلو زوج كيلو ورطل يعني تقدروا تحمروها فيها الداخل وتجي الداخل والطيب الاز لانه التيغ وقتها كيما قدلكم كبير شوفوا البنات الداخل كيفاش جاية كامل اينوكس وهذا يعطيها ميزة خاصة انه يعني يخليها طيبنا في وقت قصير وتاني تشد سخانة طيب يعني ما شاء الله راهي كامل اينوكس لواجهة ديالها كيما كنت شوفوا شاشة رقمية ديجيتال لتغ وقتاني راهي كامل اينوكس لواجهة دياله فيه الباني هذا اللي راهو بخاتيك بالبزاف هاوليك يعني كيفاش يتنحى تاني فيه ثقوب فيه فتحات على الجوانب وهاد شي يسمح لهو يدور الداخل ويسمح لنا تاني باش نطيبو كل حاجة في وقت قصير يعني كيما شتوا هادوكلي سوفلي طابوا ما شاء الله هم حمرين الله الله كيما يقولو كيما يحب الخاطر هادي اللافخي تسوفرت هانا لاباش فيسبوك شاف كويزين ديزاد بنسبة للسعر ديالها البنات راهي 4 ملايين اونس راهي زاد شوية في السعر مؤخرا يعني بزاف تعدينك تخوين اينا جيزادوا في السعر ولكن صدقوني مقارنة بالجودة ديالها والطياب ديالها يعني تستاهل هاد السعر هذا وبالنسبة لبرامج ديالها فيها 8 برامج مع امكانية تعديل تع كل برنامج فيها الفخيت الكروفات السامك الجاج فيها تاني الكعك وفيها الأسماك وفيها فيها البيتزا تاني المهم فيها 8 برامج وعندها تاني برنامج التسخين ولا برنامج تع ميكواند ليسمحنا باش ندوبوا حاجة فخيتوز بزاف شابة يعني نصحكم لبنات اللي ما زال ما كسبتش فخيتوز وحبت حاجة بالطبع حاجة طيب ما شاء الله حاجة غابد راي رايحة تخليك تستغنية على الفور من ميزات تاني لفخيتوز انو نقدروا تنقلوا بها وندوها معانا في اي مكان راي يعني كيما هي كيما الفرن ولكن برك الحجم ديالها صغير وراهي اسرع من الفرن وتاني راي تخلينا يعني نقصوا كمية كبيرة تع الزيوت وتع اللي دم فيها شمر ميدة كبيرة تع القليان وتع الشياط هذاك وكامل هنا شوفوا مباشرة كي كانت لفخيتوز سخونة دلت الأجنحات تع الداجاج اللي بعد ما تبلتهم شوفوا هادوك بعد ما طابوا شوفوا ديك الكمية تع الزيوت ولدام اللي هبطت كامل من هادوك الأجنحة وكشتوا معايا التحميرات حون دونك الجاج المحمر داخل لفخيتوز يعني من أطيب ماياكم في كل مرة نديرو معاكم وصراحة يعني ولا مرة ما جاشبنين دوك البنات اللي عندهم تاني لفخيتوز لاني رايحة نشارك معاكم هاد الوصفة اللي تعتبر كمقبلة وقدروا تديروها كطابقة رئيسي تاني اللي هي قوارب اكتحوا نقولكم اقارب قوارب البطاطا هنا عندي بطاطا حفرتها في الوسط تبلتها دلت لها شوية زيت الزيتون عشابة عطرية توم بودرة ملح فلفل كحلو شوية عكري لح ما راح يعطينا يعني تحميرها شابة لهاد القوارب هادوما شوية ملح منسة واش ودخلتهم دخلها في خيتوز دلت لها البروغرام تعليف خيت شوفو هنا يا بعد ما طابوا على جهة نقلبوها مع الجهة الاخرى يعني اي حاجة نديروها داخل لهاب خيتوز لازم مرة على مرة نقلبوها هكذا بش طيبنا من جميع الجوانب وحتى اذا كان حبينا نستعملوا شوية زيت ولا من الاحسن نستعملوا زيت الزيتون هكذا دايما بش نبقاو في الوصفات الصحية بعد البنات ما طابوا شوفو عمرتهم بلافاخس لافاخس هي نفسها اللي عمرت بها هادو كليسوفلي نوك انا كيما شتو طيب تكمية شوية كبيرة دلتها فليسوفلي ودلتها هنايا في هاد القاوارب نوك هكذا بش نسهلوا على روحنا وكيما نقولكم دايما من الحبان ديرو قبة ومن حاجة وحدة نقدرو نخرجوش حامل حاجات وهاد شي دايما يسلكنا ويخلينا نوعو في الوصفات بلا جهد وبلا مصارف بعد ما طابوا البنات زيت لهم من فوق شوية جبن مبشور عاود دخلتهم دقيقة برقس ما يدوب هاداك الجبن درت لهم رشاة المعدنوس المجفف وشتو كيفش يعني خرجو يشهو من درطحهم ما شاء الله يبانو كشول طابو في الفوق ودايمن كي نستعمل لافخيتوز ويكون عندي هاكذا الفلفل دايمن شوي في هالفلفل تاني بلا زيت بلا ليدام بلا والو وطيب تاني في وقت قسر شوفوا يعني لافخيتوز هادي تاني طيب ما شاء الله يعني مقبل من قلبوا باشي طيب على الجهة الأخرى دايجا لقيتو بدا يتحمر على الجهة الأخرى وهادي يعني داليل على أنها يعني نتكلمو البنات على الجودة الألمانية وتاني الفلفل شوفوا البنات كيفاش تم تم يتقشر يعني ما تسنيش هديره داخل ساشي ولداخل باطا بشي على قولها تخرجه مننا وتقشره مننا والفلفل هاكذا مش شوي لداخل نقدروا نديروا به العديد والعديد من الواصفات من بينهم هاكذا كيما اليوم درت أنا يا شلاده هاكذا تعال الفلفل تعال طرشي نقدروا نديرو بهم حميس نقدروا نديرو في تشكتوكا المهم يعني تقدروا نديرو به ش حلم الحاجة ودوكا في الآخر نشارك معاكم من الطاولة الصحية اللي يعني بشتوفوا بالفخيتوز نقدروا نديرو ش حلم الحاجة شتوها دو كليسوفلي والله يتحميراتهم يعني أحسن من الفرن وجوا بنان وطريين ما شاء الله وهادي صلاطة تعال الفلفل تاني دفت لها شوية طن شوية مايس زيت الزيتون جدت جبنينة خفيفة فلفل مشوي ولا يشغل عنده البنة تعال قليان ولكن بلا زيوتي بلا ليدان بلا شياط بلا قليان بلا والو وهاوليك الطابق تاعنا الرئيسي أجنيحة الدجاج مع هادوك القوارب تقدروا تقدموهم مع إيسوس تهمات البنات تقدروا تديرهم إيسوس بلانش تاني وراح يخرج لكم واحد طابق رئيسي من أروع ما يكن ولاسو بتاع البسباس وتاع البطاطا هاي لك هنا البنات تاني جي بنينة جي خفيفة أنا تاني اليوم كيم يقولوا حبيت نديرها بطريقة صحية بعد ما رحيت هذيك الخضر مدرت لها لا جبن لا لاك خانفخاش لاوالو كيماشتوا معايا قدمتها برشة تاع زيت الزيتون وشوية تاع المعدنوس من الفق وانتو ما تحبو تزدولها قطعة تاع الجبن ولا تزدولها لاك خانفخاش يعني هادو ما حيزولها تاني في البنات وشوفوا للقوارب تاني البنات يجو ايشهو طيبين ما شاء الله وطيبين في وقت قصير ومحمرين كي ما يحب الخاطر حتى الاجنيحة تاني جوهيلين تحميرها قرماش على برا والداخل طيبين ومعسلين وطريين من اروع ما ياكم لنك لافخيتوز خيتي اللي حبت انفخيتوز اللي تخليك طيبية هكدا وصفات تكون صحية بلا ليدام ولا يعني بلا قليان خاصة اللي تبعو ريجي محمية ما كاش ما احسن من هاد الافخيتوز هينريتش الالمانية الابخيمي دي لبنات هنا يا كنت شاركت معاكم البارح ديستوغي من صفحة تاعي تاع الانستغرام شاركتكم هاكدا يا بعض اللقطات من هنا يا السافكس قصر المعارض اللي جاي في الافواق كنت رح تلتم وش نقولكم اجواء عائلية واحد الاجواء الرابعية يعني ما شاء الله والله غير نحيت على خاطرين هنا يا في البابيون او لبنات اللي رامديرين يعني العرض تاع كامل المنتوجات الوطنية يعني الحيرافية وكامل يعني وش نقولكم الله يبارك ما شاء الله اللي راهي عنده شفية ستخاص اللي راهي مقلقها نصحها تجي تدرب دورها والله غيرك رايحة تنحي على خاطرك يعني رايحة تزهاي وتشوف يعني معظم المنتوجات راهم يعني باسعار منخفضة بزاف بزاف لانو الشركات هما بنفسهم ليجوا يديروا العرض تعل منتوجات ديالهم اهنا يا دونك لبخي دايمن راح يكون يعني منخفض مقارنة بالمحلة وروم دايرين دي بخوموسيون وش نقولكم ما شاء الله خاصة بمناسبة يوم المرأة 8 مارس دونك رايكينا بزاف تخفيضات شتوم هنا لداخل دونك سورت لكم هنا لبنات شوية لقاطات هاكدا باش تشوفوا معايا وكانت الامبيونس بزاف بزاف كبيرة والله غير نصحكم تدربوا دورا يا لبنات ما كوش رايحين تندموا هنا الجنح لبنات تاع الجنح تاع شركة تاع لايف تاني اللي والله غير ما يفرخش كامل هاد الجنح هاد نيساء كامل مقبلين على المواد تاع التنظيف باش يديرون نتواياج مع شهر رمضان وكامل رام ديرين واحد لباك ما تلقواها في حتى ما كان اللي بخدوية تاع لايف راكو تعرفوهم معايا وشاركتهم معاكم عدة مرات رام يعني كامل منتوجة الله يبارك ما شاء الله مئة اليوم اكتشفت عندهم ماركة واحدة اخرى لامارك توبسيل يعني توجه تابعة مع لايف وتابعة شركة اسكيغول وشنو داروها شوية مركزة يعني واحد اللي بخدوية كيم يقولون اكثر جودة خاصة هادا تاع الملابس يخرج ما شاء الله انا كنت شريت منو البنات هاكدا باش نجربو كنت اديت باك هاكدا يا تاع تاع الليكيد فيسال وتاع الجافيل وتاع الحوائج لانو قلك راه جدا مركز تاني البنات هم دايرين واحد المسابقة ولا لعبة بزاف هايلا نصحكم يعني تدو ولادكم ويلعبوها خاصة اذا كانوا البنات شوفو هنا هم دايرين زوج سليلات فيهم حوائج رام مكتوب وشكاين في اللوحة هنا لازم يعني تقرأ وشو مكتوب او مام تعلقوا هاد الحوائج او مديرين زوج تاع الحبال بالمساسك وكلش دونك هناللعبة هادي لازم يلعبوها زوج وليكملو ولي يضغط على الجارس راح يفوز يعني 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 من هادو اللي يشتوهم معايا دونك شفت الناس اللعبوها كانت واحد اللعبة مسلية يعني ما شاء الله تمتم تلعبها وتربحي امباك اهنا يشوفوا البنات صورتلكم شوية شفو كيما هاد زوج بياد واحد تاع الماعن وواحد تاع جافل زوج بيدونات يعني كل بيدون تاع زوج الى ثلاث ترا هو بخمسة وثلاثين الف كين دي باك شوفو هاكدا بخمسين الف بثمانية واربعين الف خاص هاد مجربات والبنات يخرج ما شاء الله كيما قد تكون واحد هاي خاص بالنسبة المواد التنظيف كامل عجبوني هاد باك تاني شوفو ربعين الف البنات بيدون تاع سائل تاع تاع تخوال تخ مع القرعة تاع ويعني شوفو شحل كين تعليق راه وغير باربعين الف ننصحكم لبنات تدربوط الله راك رايحين تنحو على خاطركم اجواء عائلية بزف هاي خاص هاد الامات الاجواء راه رابعية يعني تاع خرج لي عندها بزف ما خرج ما قصت هالشميس كيما اخد كم سامير يعني من الاحسن تدربوط الله والله غير واحد الجو كون لقيت يعني من تخرج للدار كيخرج انشاء الله تومة تاني لبنات تدربوط الله وتعني تبروفيتي وخاصة من هاد اللي بخوموس اللي راهم داير هم اللي راي داير تو شركة اسكيرول بنسبة اللي بخدوية على لايف ولا بخدوية توب سيل كيما قلت لكم لبنات الفرصة هادي ما رايح تخلاص لويمارس وكين تاني طنبولة اللي يحبو يشاركو كين جوائز جت قيمة والسحب راح يكون انشاء الله لويمارس انشاء الله دونك انشاء الله خياتي تكونوا استمتعتوا معايا انشاء الله تكونوا استفدتوا من هاد لافيديو ويدا كان عجبتكم ما تنسوش تشاركوها مع اصدقائكم مع احبابكم باش هما هايلا نو كيما كتفو معايا البنات الاقبال على الجناح تع لايف تع اسكيغول يعني والله من لي وقفتما العائلة رايحين وجيين يشيروا في بخدوي الله يبارك وانشاء الله نقولهم يعطيهم الصحة على التعامل يعني كامل الله يبارك لجان في لجان هادوما نقولهم يعطيكم الصحة ونقول لكم في الاخير يعطيكم الصحة تما لحس المتابعة في امان الله حبيبتي